اذا عدنا حديث القاهرة ظاهرة الهجرة اصبحت ظاهرة ثقيلة للغاية على المجتمعات وعلى اقتصاد الدول واصبح لزاما علينا جميعا ان نهتم نوعنا لنشغل بفكرة المهاجرين علشان احنا مش بس بقينا دولة يخرج منا مهاجرون غير شرعيون لا ده كمان بقينا نستقبل ملايين المهاجرين وهذا امر يستحق معها ان تكون قضية الهجرة قضية بعنوان كبير في حياتنا عشان كده بنستضيف النهاردة استاذنا الدكتور ايمان زهري خبير السكان ودرسات الهجرة اهلا بك دكتور ايمان اهلا بك هل فعلا احنا قصاد معدل يزيد في الهجرة والهجرة غير الشرعية تحديدا اعتقد لا يعني مع زيادة البشر مع زيادة البشرية الطبيعية الهجرة بتزيد يعني يمكن خلال التلاتين سنة اللي فاتت نسبة المهاجرين اجمالا الى سكان العالم ما زادتش كتير يعني من اثنين وثمانية من عشرة لتلاتة واربعة من عشرة مثلا مش زيادة هائلة بس هو النسب طبعا مع عدد السكان عدد مهاجرين بالملايين فتبدو ان النسب بتهون من الامر شوي لكن رغم الاضطرابات احنا عندك في اوكرانيا اربع مليون اوكراني خرجوا عندك في السودان كذا مليون في ليبيا يعني فانت ورضو قصاد ارقام كتل مش مراكب بتتسرسب لتوصل لمية تاتة وخمسين الف مهاجر من تونس وليبيا في سنة واحدة من ايطاليا يعني الكتل دي بقت ظاهرة هو حضرتك يعني عموما لو نتكلم عن الهجرة الدولية بشكل عام اخر تقدير كان سنة 2020 كان 281 تقديري الشخصي ليه 81 مليون على مستوى العالم تقديري الشخصي حاليا ليه عدد المهاجرين على مستوى العالم عدد 300 مليون التلتميت مليون دول لو تحطوا في دولة لوحدهم يبقوا خامس اكبر دولة في العالم ده الحجم الكبير بقى مش النسبي يعني لو نتكلم عن الظاهرة بشكل حجم لا هي حجمها كبير طبعا 300 مليون يعني يقارب حجم امريكا كلها يعني يقارب تقريبا 70% من سكان العالم العربي الدولة الخامسة بعد العدد السكان والهند وامريكا واندونيسيا لكن اللي موضح لكن لو وزعتهم على مستوى العالم ما يبنوش بس مش كلهم هجرة طرارية لا الهجرة الطرارية قليلة يعني احنا بنتكلم عن 300 مليون دول منهم 45 كحد باقصى هيا دي الهجرة القصرية دول اللي محتاجين مساعدة فعلا ودول اللي فروا عشان عندهم ظروف الباقي هي هجرة قصادية عادية جدا ومنها دي هجرة غير شرعية الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية من 10 إلى 15 مليون من إجمال الهجرة في العالم فإحنا بنتكلم من 30 إلى 45 مليون طيب لما بشوف الآن هذا الأسبوع يعني ليس في أسابيع أخرى في جدل هائل في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه عدد المهاجرين من المكسيك زاد واتهامات لإدارة بايدن بالتراخي فيه ما يخص الحدود النمهوريين وترامب فإحنا أصد قوانين من المفترض أنها يعاد النظر فيها نشوف الاتحاد الأوروبي وهو بيكلم على أجندة جديدة إيه اللي بيحصل في العالم مقابل مواجهة ظاهرة الهجرة أو ضبطها يعني هو طبعا العالم كل بيصل على ضبط الهجرة لكن في نفس الوقت في صراع بين جهتين كبار أوي بين السياسيين وبين الاقتصاد لأنه الهجرة أساسا ما دفوعة بالجانب الاقتصادي لو بصنا للـ 300 مليون دول هلاقي 80% منهم على الأقل هجرة عمل يعني مطلوبة لدوران عجلة الاقتصاد سواء كان الجهات المستقبلة أو الدول المستقبلة عندها عجز سكاني بسبب عدم الإنجاب أو عجز سكاني بسبب تضخم الاقتصاد أنه أكبر من حجم السكان زي الخليج مثلا والعجز السكاني ده في أوروبا أمريكا يمكن هي الوحيدة اللي فيها نوع من التوازن الشديد لأنه طول عمره بيستقبل هجرة فعنده ضفق سكاني مستمر وقليل يعني مش بحجم لا يستطيع استيعاب لا بيستعباب بسهولة جدا مشكلة المكسيك على فكرة يعني يمكن الإحصاءات ظهرته بتبين أنه الهجرة غير النظمية في أمريكا قلت يعني هكونا متكلم عن 12 مليون آخر تقدير دلوقتي 10.5 مليون وبرضه من المكسيك مقابل أنه في 40 مليون مكسيكي أو من أصل مكسيكي موجودين في أمريكا وعاشين طبيعي واللي تجنس واللي الجيل التاني والجيل التالي يعني مسألة ربط المكسيك بأمريكا هي ارتباط جغرافي بسبب القرب الجغرافي العديد من مكسيك بس هم من كل أمريكا اللاتينية هم بيجوا بس عند حدود المكسيك وبيتجمعوا بتأكير بتأكير طبعا طبعا بيسمموا المجتمع الأمريكي يعني فالموضوع المواجهة كمان أو موجات العداء للمهاجرين زادت في العالم ده صحيح ده صحيح جدا ليه لأنه الناحية الثانية شغالة اللي هي الناحية السياسية نحية اليمين المتطرف صحيح بالممارسة بالممارسة احنا شفنا أنه اليمين المتطرف نفسه بقى منضبط شوية يعني جورجا ميلوني هي نموذج لليمين المتطرف يعني احنا كنا خايفين دلوقتي بتعمل مؤتمراته بتدور رؤساء الدول بتكلم بس مش تركت أنها مترحب بالمهاجرين مش بترحب ولا راحة ناحية اليسار يعني خالص لكن بتعمل اتفاق مع تونس لا تناصب تونس العداء عشان ما يجيش مهاجرين مش عشان بالتأكيد لكن بيبقوا يعني أخف شوية طبعا بتكلم عن رئيسة وزراء إيطاليا اه بتكلم عن رئيسة وزراء إيطاليا فلكن أوروبا كلها في مأذق ليه في مأذق لأنه يعني أولا ما شفنا اللي خصل في هولندا برضو الحزب العنوانه المهاجرين واللي بيوعد الناس بأنه هيوقف الهجرة هو اللي بيكسب حتى في الأرجنتي بزبط حتى في خارج لأنه دايما يعني مسألة الناحية الاقتصادية بتأثر على بتزود الشوفينية يعني لما الانتماء الوطني القوي قوي اللي بيزيد عن حده والإحساس بأنه السروة بتاعتنا وكل ما سروة بتقل بتحاول أنك أنت تحافظ عليها أكتر أو العكس دولة الرفاهة الأوروبية مش عاوزة حد لأنه كل شخص يدخل أوروبا جديد بيخفض من مستوى معيشة الناس كلها أو هما بيعتقدوا كده لأنه أوروبا ما زالت لغاية دلوقتي هي النموذج الذي يجب أن يحتذى في التعليم والصحة لغاية دلوقتي أوروبا بتكفل التعليم والصحة لكل الناس أمريكا نفسها عندها ضوابط لده أمريكا صعبة يعني ممكن الناس موت من الجوع فعلا لكن أوروبا لا وممكن تموت من المرض وممكن تموت من المرض فعلا لكن أوروبا مازالت هي عشان كده أوروبا هي المتمسكة قوي على الفاكرة مش بمانع الهجرة بدبط الهجرة لأنه مثلا بلد زي إنجلترا بتستقبل كل سنة 2 مليون مهاجر وبالذات لما تفكت من الاتحاد الأوروبي ورجعو الأوروبيين بقت محتاجة ناس لكن في ناس في الوقت بتدفع فلوس لفرنسا عشان متعديش الناس لبحر المنش من ناحيةها لأنه مش عاوزة دول لكن هي عاوزة مهاجرين من غير مهاجرين هتخلص لأنه اللي بيموتوا كل سنة أكتر من اللي بيتولدوا والوضع ده مش بس في مهاجر بس بالله برضو جترا نفسها اللي عايزة تلقل المهاجرين إلى نواندة والمحكمة توقف الحكم وهم في الطيارة يعني فبرضو زي ما حاجة بتقول السياسة داخلة في الموضوع قوي لكن إحساس الناس سواء في أوروبا أو غيرها وحتى هنا في مصر في إحساس أن المهاجر بياخد من قوتك بالزبط بالزبط هو في الحقيقة مش كل المهاجرين اللي بياخدوا من قوتك هو اللي بياخدوا من قوتك ومن حقهم ياخدوا من قوتك هم اللاجئين لأنه ده يعني ما ينفعش تمنع اللاجئ لدرجة أن القنون الدولي بيسمح للاجئ أنه يدخل حتى حافي القدمين كده داخل من غير أي أوراق أصلا بيسمح له يبقى مهاجر غير شرعي بالتعبير الدارج بسهو مش مهاجر غير شرعي مجرد ما يقولك أنا طالب لجوء خلاص ترتب حق يبقى لازم نفصل ما بين المهاجرين ومهاجرين العامل تحديدا وبين اللاجئ اللاجئ ده قصة تانية اللاجئ ده موضوع قانوني هو محسوم ومحسوم وحتى لما بيشوف الدول أرقام اللاجئين فيها لا يمكن بقي حال من أحوال المسجلة يعني تبقى أرقام ضخمة وهائلة بسيطة بسيطة نحن بالذيادة الكبيرة اللي حصلت مع الموجة الأخيرة من الأخوات السودانية ربعمائة وستين ألف يعني ما وصل لنوش نصف مليون ده اللي واخد صفة لاجئ ده اللي واخد صفة ده اللي وكالة اللاجئين مسجلة عندها لاجئ لاجئ أو طالب لبو أو طالب لفلوس هم يتطلب يدفعه له قوي يعني على حسب الحالة زمان كانت ما لقي صفة لاجئ يعني ما المسجلة عندك تحصل للحماية تحصل على معونات في الإقامة أه تحصل على إقامة يحولك على نجي أو تديك معونا وهكذا ويبقى له طبعا غير الباقيين مهاجرين عمل الباقيين يعني مصر مش بلد مقصد للعمل هو الباقيين في حالة شبه لاجئ لكن مش لاجئ يعني الدولة بتسمح له بتجدد له الإقامة الحاجات دي كله أو بتسيبه أو بتتبع سياسة تغضي البصر على فكرة ودي سياسة معروفة يعني في في الزبن المسي فمصر بتحاملها بقى كبير أو بسبب الموضوع وزير الرأي لسه بيقول لنا مصر محتاجة تسعة مليار متر مكعب من الماء مياه علشان تسعة مليون لاجئ مصر رقم برضو تسعة مليون محتاج ضب وفيش أرقام دقيقة في العالم ما فيش أرقام دقيقة خالص فيما يخص المهاجرين الأرقام دقيقة بتخص اللاجئين بس لأنه دول المتساجلين رسمي وبتخص طبعا الدول المنضبطة أوزة ودول الخليج اللي بتتبع سياسات تشغيل مش هجرة فتبقى عندها يعني رقابة أو توثيق لكل الداخلين والخارجين عشان تبقى عارفة قوة العمل داخل عمل أو سياحة ما فاش طيب خالينيا انتهي إلى بقى ما الذي يمكن أن تفعله الدول وبينها الدول العربية ومصر وتحديدا مصر وليبيا وتونس فيما يخص مواجهة ظاهرة الهجرة الشرعية خصوصا نحن نسأ بنتكلم على يعني لسه 61 مواجهر لأنها ظاهرة لا تريد أن تموت هي لا تريد أن تموت ولا أن تموت ولن تموت ولن تموت لكن نحن نحاول نخفف منها نحاول لا نكون نشطرف فيها وكل الدول الجنوب تعمل كده لكن هناك ضغوط شديد علينا أنا برضو مش عاوز أبقى الحارس بتاع أوروبا أنا مش عاوز ينقلي الحدود بتاعته عندي هو طالب الأوروبي يعني ليه في طول الوقت مناقشة مع تونس ومعلي هو بيقول خليهم عندك خليهم عندك وأنا يعني هنتكلم في الموضوع فالكلام في الموضوع مش لذيذ يعني فخليهم عندي ليه يعني أنا حجزهم ودول زي المية في يوم الأيام هيهدوا السد ويمشوا أو إذا حصل لقدر الله حاجة هتلهم كلهم مشوا صحيح فهي الفكرة كلها أنه أوروبا عاوز مش مشوا يعني دخلوا على حدودك ويشتغلوا بأرضك يعني بتعملوا في مناطق احتجاز أو مناطق أما هو أوروبا عاوزت تعمل كده عاوزت خليهم في مراكز احتجازه وتدفع للدول هذه المبالغ ليبيا في ضعفها الشديد رفضت هذا العرض ليبيا اللي هي يعني مفروض أنها مفيش دولة تقريبة رفضت هذا العرض تونس يعني ما عندها شعبء كبير قوي تونس والمغرب هو يعتبر يعني نموذج في التعامل مع اللاجيين المغرب شبه وطنتهم كلهم لأنه عندها 50-60 ألف وتونس كذلك برضو كل المهاجرين من جنوب الصحراء 60 ألف مصر عندها كمية كبيرة فمصر دولة لها ثقل ليبيا حدودها مفتوحة فبرضو دي عندها مشكلة ما كل بيروح من عبر ليبيا عبر ليبيا للأسف هي ده الباب المفتوح بزبط بزبط فالنجوشيشن هنا أو المفاوضات هنا بيني وبينهم إيه أنه أنا عندي طاقة استيعابية مش هقدر استحمل الناس كلها وتقول ليه خليهم عندك فهو عمل إيه يوم الأربع اللي فات في الحد الأوروبي قرروا أنهم حيث كنت قرروا أنهم يعملوا مراكز حتجاز عندهم ودي مسألة صعبة جدا لأنه دي في أوروبا في أوروبا نفسها مراكز استقبال أنه أول ما يجي يقعدوا في المراكز دي لو لو حق طلب اللجوء يشغل الطلب بتاعه ما يقدرش يرفضه تبقى للقونات الدولي ولو ملوش طلب لجوء هيرجعه طبعا هيرجعه دي مسألة يعني عارف أنك تعيد حتى مهاجر غير نظامي دي محتاجة ترتبات لأنه أنا قدر أقول لك لا أنا مش عاوزة أنا كده أولا قدر ما ندخلش بمهاجر غير طيارة ولذلك أوروبا بتسعى أنها تعمل اتفاقيات بين الدول يعني نحن عندنا اتفاقية مع إيطاليا من سنة 2007 اسمها اتفاقية اعادة التوطين يعني دي بمقتضاها أنه لو إيطاليا رجعت لواحد مصري مهاجر غير نظامي أقبله ملزم بالاتفاقية أن أنا أقبله ملزم أن أنا أقبله لأنه ممكن ما أقبلوش وهو مواطن بلدي فأوروبا كل القصة بتاعتها أنها عاوزة ممكن مواطن من بلدك يجي في الدولة والدولة ما تستقبلوش لا مش عاوزها ما ترجعه ليش مش راح إيطاليا خلص خليه عندك أنا مبسوط أنه في إيطاليا مثلا وخفف عبء علي وعارف أنك تعمله كويس مثلا فخليه وفي دول كتيرة كده في أفريقيا يعني مصلحة أنه أن الناس تمشي لأنه في ضغوط قصادية رهيبة جدا فأوروبا كل اللي بتعمله أو كل اللي عاوزة تلتزم باللي هي قررته أنه تتعامل الناس بالنظام معين أنه اللي يدخل أرضها مضطرة أنها تاخده فهي مش عاوزة يوصل لمرحلة أنه يطأ الأرض لذلك دلوقتي بتلاقي أنه في كل الموطرات الأوروبية وقفلك على باب الطيارة في شعال بيتشك بصرعة لو فيه مهاجر غير شرع هيروح بالطيارة كتير فعلا آه فعلا بيبص على الفيزا وبيبص على جهاز صفر مزورة لا دول من أشطر الناس في كشف الوسائق لدرجة أنه لو معكش تأشيرة أو كده أو ترانزيت وهتخلع بيرجعك طيارة تاني والحامل الناقل الجاب ويملزم أنه يرجعك البلد فهو يعني مسألة أنك تطأ قدمك الأرض الأوروبية لك حقوق فهو مش عاوز يوصلك للمرحلة دي فعاوز يخليك عندك فطلع لك الطيارة بالضبط كده أو خليهم عندكو في شمال أفريقيا شمال أفريقيا طبعا إحنا يعني عقلينا طاقة استعابية ومش هنفضل على كده بالشكل ده بشكل دائم يعني هاي دي قصة أوروبا كلها طب دي قصة أوروبا قصة نحن هي إيه الضمانة أنه إحنا يعني ما نتحولش إلى دولة بتسعب أكتر مما يجب أو من قدرتها مهاجرين ما فيش ضمانة لكن في نفس الوقت ما قدرش يعمل سياسة قوانين قرارات تحد من طقتي يعني أو تبقى يعني تليق أو تعبر عن قدرته وطقتي الحقيقية في استقبال المهاجرين ما هو أنت بتستقبل لاجئين أو طالب لجوء ما قولنا اللاجئين وطلاب اللجوء دولة من قدرتش اللهم لأ ما كلهم يدخل بهذا الشكل يعني أنت عندك مصر الناس اللي في مصر كلهم دخلين بشكل بالتراضي يعني اليمنيين والسوريين أه طبعا بالتراضي بالتراضي ولا حد يقدر يقوش غزب العنين لا ناصدي بالتراضي العام يعني الدولة يعني بيترحب بيهم كناس في مأزق صحيح وبردو واجبها ما مشهوا اللاجئين ولا طرد اللاجئين والكلام المجنون اللي بشوفه على المجنون واحنا عندنا استيراد لمحهوم العنصر الأوروبي ما يصح طبعا أنه مارس عنصرية أوروبية ما أننا مش أوروبيين على فكرة ومش عنصريين بس هو يبدو أن المأزق الاقتصادي طول الوقت زي ما حالك قلت آلية أوروبا فبتتحاول إلى آلية موجودة في مصر أو في غيرها من الدولة اللي بتستطيعهم المواجرين على الأقل وبعضهم بيتلقى تحويلات من الخارج مش بعضهم يعني ما يعيش فيه كتير منهم وفيه ناس منهم أحبة تعيش في مصر وده طبيعي يعني فيه زملاء وإخوة سودانيين بالملايين هم حابين يعيشوا في مصر وده من حقهم لأنه فيه اتفاقية بيننا وبين السودان تفاقية الحرية الأربعة من ألفين واربعة يقدروا يعيشوا وفيه أسر كاملة بدون العائل والعائل في الخليج يعني نفس طريقة المصر يعني المهاجرين مش عب المهاجرين يعملون ويستهلكون ويحولون أموالا إلى مصر يعني فنظرة ضيقة اللي فيها أنهم عبء وأنهم ضغط على الاقتصاد محتاجة معادة نظر العبء إلى حد ما العبء هو 460 ألف اللاجئ اللاجئ وده أنت يعني صحيح احنا بنتلقى مساعدات دولية من خلال المنظمات مش للحكومة عشان تصرف عليهم هو للأسف طبعا ما بنوصلش للمطلوب بنوصل تقريبا لتلت المطلوب يعني 35% مما نوعد به للحالة السورية للحالة اليمنية للحالة السودانية ما نوعد به 35% 35% فقط يعني لما دولة تقول أنا أهدفع مثلا 100 مليون لرعاية مثلا اللاجئين السودانيين أو اللاجئين في مصر تبعى 30% بتوصل 30% للمفوضية مش لمصر آآ آآ مش لخزانة مصر يا جماع لا لا خارس خلص منفوضية اللاجئين أو للهيئات اللي شغالة معها الانجي اوز يعني منظرات المكتبع المدني المعنية بذلك هي منظرات نشيطة جدا وإنسانية جدا مصر بتدفع لو ما دفعتش فلوس بتدفع بتدفع خدمات يعني بيتعالج زي زيه في أي مستشو بيطع تذكرة في هم المصريين يدخل عادي أو بيتعلم في المدارس ده اللاجئ احنا نتكلم على قرابة الربعوية ألف ها 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 زي المصريين اللي كانوا في العراق في فترة من فترة زي المصريين المصريين اللي كانوا في السعودية والخليج بزرط عادي خالص لا فيش أي مشكلة بس الواقع الاقتصادي ما يودناش إلى أن احنا نشعر النوم عبء أو ضغط علينا لا والله يعني مش عبء بلعب بحلف لك دكتور أيمان هو يعني